نظمت محكمة النقد اليوم الخميس بالرباط حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تم خلاله تكريم مجموعة من النساء اللواتي شكلنا بمسارهن الفد نموذجاً وقدوة في مجالات مختلفة بهذه المناسبة هذه كنحاول نحني إجلالاً منضمي هذا الحدث التاريخي اللي بالنسبة لي اللي هو محكمة النقد اللي اخترتني من ضمن الشخصيات البارجة على سعيد مملكة الوطنية وتنحني لهم إجلالاً على هذا أولاً جمع الشمل عدد من النساء اللواتي بصمنا تاريخ المغرب في جميع المحافل وفي جميع المجالات لاحتفاء بهن هذا شرف لكتيك وكبير جداً أن يتم تكريمه من طرف محكمة النقد المملكة المغربية وهي أعلى قضائية في البلاد ثانياً أنه كذلك انفتاح دي المحكمة النقد المملكة المغربية على فاعلين غير مهنيين في مجال العدلة أو في مجال القضاء وتخلل هذا الحفل تسليم جوائز تقديرية للنساء المكرمات من بينهن قاضية وموظفة بالمحكمة ويندرج هذا اللقاء في إطار أنشطة المحكمة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي شكل مدخلاً للتحسيس بما كانت المرأة المغربية وتقدير عملها ومجهوداتها